الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كل المستويين الديني والدنيوي وإن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية أثرت في تاريخ البشرية كان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رؤوفا شفيقا يعود المريم يزور الفقير يجيب دعوات العبيد الأرقاء وقد كان يصلح ثيابه بيده فهو إذن لا شك نبي مقدس نشأ يتيما حتى صار فاتحا عظيما كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر فقد أبدى رحمة وشفقة على أمته رغم أنه أصبح في مركز قوي لكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو كان حديثه رصينا مؤثرا بليغا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأكل قليلا يكثر من الصيام زاهدا لا يميل إلى الترف بل يميل إلى البساطة في ملابسه مع الاحتفاظ بجمال المظهر إن استعداد هذا الرجل لتحمل الإضطهاد من أجل معتقداته والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة كل ذلك يدل على العدالة والنزاه المتأصل في شخصه فافتراض أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مدع حاشاه افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ لم تنل التقدير اللائق بمثل ما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله إنما كنتم وطبتم وطابا ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية العطرة من سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن غزوة الأحزاب وقلت لحضراتكم أن يهود بني قريضة قاموا بنقض بنود المعاهدة التي كانت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة والتي كانت تنص على أن من يشترك اليهود مع المسلمين في الدفاع على المدينة إذا تعرضت لغزو خارجي لكن يهود بني قريضة نقضوا هذا العهد وبدل من أن يشتركوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة قاموا بالانضمام إلى الأحزاب ضد المسلمين وهو التصرف الذي رجح كثيرا كفة الأحزاب في مواجهة المسلمين ثم انسحب الأحزاب وشاهد المسلمون جيوش الأحزاب وهي تنسحب وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمته الشهيرة الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم كان انسحاب الأحزاب في الصباح واستمر الانسحاب حتى ظهر ذلك اليوم فصل المسلمون الظهر وانصرفوا لبيوتهم ليرتاحوا بعد قرابة شهر من المكافحة وقبل حوالي اسبوعين من حفر الخندق وهذا كل حكينا في الحلقة السابقة وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع السلاح وخالع ملابس الحرب وأراد أن يغتسل لكن قبل ذلك جاءه جبريل عليه السلام وقال له قد وضعت السلاح قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال جبريل عليه السلام والله ما وضعناه فاخرج إليهم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإلى أين قال جبريل عليه السلام ها هنا وأشار جبريل إلى بني قريضة فلبس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملابس الحرب مرة أخرى وأرسل من ينادي في المسلمين لا يصلي الناحدكم العصر إلا في بني قريضة وهكذا أحبتي في الله خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخرج المسلمون واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وقلت لكم سابقا أنه كان ضريرا وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات وقد استعمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة 14 مرة يصلي بالناس ويرعى شؤون المدينة وهكذا أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد من ذوي الهمم العالية التي نسميها الآن من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى منصب في المدينة وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بنبي طالب رضي الله عنه وأرضاه برايته فوصل علي رضي الله عنه إلى بني قريضة قبل أن يصل جيش المسلمين وغرس الراية في أصل الحصن وسمع اليهود وهم يسبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليهم وإنما قال السيف بيننا وبينكم تجه المسلمون إلى بني قريضة وكانت المسافة من المسجد النبوي إلى بني قريضة حوالي عشر كيلومترات وأدركت البعض صلاة العصر في الطريق لكنهم لم يصلوا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة وكادت الشمس أن تغيب وتفوت هؤلاء صلاة العصر في وقتها فاختلف الصحابة في الأمر هل يصلون العصر قبل أن يخرج وقتها أم يؤخرونها عن وقتها حتى يصلون إلى بني قريضة فصل البعض العصر وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقصد أنه عن صلاة العصر إلا في بني قريضة وإنما كان يقصد أن يسرع الصحابة بالخروج إلى بني قريضة بينما لم يصل البعض الآخر العصر وتمسك بأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمسكا حرفيا وفاتته صلاة العصر في وقتها فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر الفريق الأول على صلاته العصر في وقتها وأقر الفريق الآخر الذي فاتته صلاة العصر وهذا الموقف هام جدا أولا يشجع على الإجتهاد وأيضا ليبين لنا أنه ربما يكون فريقين أو رأيين مختلفين وكل الرأيين صحيح إلهما صحيح لم ينكر لا على هذا ولا على هذا بل أقر هذا الفريق الذي صلى العصر في وقتها وأقر الفريق الثاني الذي صلى العصر بعد انقضاء وقتها في بني قريضة إذن ليس شرطا أن يكون أحد الفريقين على صواب والآخر يكون على خطأ بل ربما أن يكون كلا الفريقين على صواب اجتمع المسلمون عند بني قريضة وفرضوا عليهم الحصار وأخذوا يرمونهم بالسهام وتحدث كعب بن أسد زعيم بني قريضة إلى قومه ودعاهم إلى الدخول في الإسلام وقال لهم لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم وما منعنا من الدخول معه إلا الحساد للعراب حيث لم يكن من بني إسرائيل فدخلوا في الإسلام تأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكم وأبنائكم لكن رفض كل يهود بني قريضة الدخول في الإسلام وأرسل يهود بني قريضة أحد رجالهم واسمه نباش بن قيس لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد ننزل على ما نزلت عليه بن النظير نخرج بالنساء والأبناء ولنا ما حملت الإبل إلا السلاح فرفض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل فنخرج ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل فرفض كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا إلا أن تنزل على حكم ومعنى تنزل على حكم أحبة الأكارم أي أن تستسلموا بلا أي قيد أو شرط وطلب بني قريضة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل إليهم أحد الصحابة وهو أبو لبابة حتى يستشيره لأنه كان أقرب الصحابة إليهم لأنه كانت له معهم صلاة نسب وعلاقات تجارية فوافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وبكى النساء والصبيان في وجهه فرق لهم أبو لبابة ثم قالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأشار لهم أبو لبابة إلى حلقه بالذبح يعني أن هذا الحكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقوت لهم فكأن أبو لبابة يقول لهم أن لا يستسلموا وأن لا ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الاستسلام وهذا النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القتل ولذلك كانت هذه الإشارة من أبي لبابة سقطة كبيرة وخطأ عظيم من أبي لبابة ويعتبر أنه أفشى سرا عسكريا في غاية الخطورة ولذلك مع أن أشار أبي لباب إلى حلقه حتى أدرك خطورة هذه الإشارة وأدرك أنه قد خان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل من عند بني قريض مسرعا وهو يبكي ولم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ذهب إلى المسجد النبوي وربط نفسه في أحد أعمدة المسجد بسلسلة ثقيلة وقال والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت وهذه الإصطوانة التي ربط فيها أبو لباب نفسه ويطلق عليها الآن إصطوانة التوبة ويطلق عليها إصطوانة أبو لباب وهي موجودة في الروضة الشريفة ومكتوب على رأس إصطوانة أبو لباب وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنع أبو لباب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما لو جاءني لا استغفرت له وأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه يعني لو جاءني لا استغفرت له أما أنه فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه سيرة يا جماعة بها أمور حقيقة الكثير من للمسلمين اليوم غافلين عنها كثير ولهذا أدعوكم وبشدة إلى أن تقرأوا السيرة وتتابعوا السيرة بكل تفاصيلها ففيها من الأمور العظيمة التي حتى تخطر على بالنا أما لو جاءني لا استغفرت لا يعني ليس سويت من نفسك الشكل يا أبو لبابا وأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه ونزل في أمر أبو لبابا قول الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وكان زوجته أو ابنته تحله إذا أراد الصلاة أو قضاء الحاجة فإذا فارغ أعدته إلى الرباط ومكث على هذه حالة سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم نزلت توبته في القرآن العظيم في سورة التوبة بقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فلما أخبر أبو لبابا قال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني رأي شيء فضح مع أبو لبابا يعني سبحان الله رضي الله عنه سبحانك ربي فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحله بيده سبحان الله استمر حصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبني قريضة خمسة وعشرين يوما حتى استسلم بني قريضة على أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان بني قريضة حلفاء للأوس في الجاهلية فتجمع الأوس حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآخذوا يلحون عليه في أن يهب لهم بني قريضة أي أن يعطيهم حق الحكم عليهم كما فعل مع بني قينقاع وهم حلفاء الخزرج عندما وهبهم للخزرج ولبن سلول تذكرون في السنة الثانية من الهجرة وقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منهم منكم عفوا قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاد قالوا قد رضينا فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم في طلب سعد بن معاد وكان سعد بن معاد لا يزال في المدينة لأنه كان قد أصيب كما ذكرت لكم في غزوة الأحزاب في وريده فلما أصيب دع الله تعالى وقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها واللهما لا تمتني حتى تقر عيني من قريضا جاء سعد بن معاد وهو يعاني من إصابته التي سيموت بسببها بعد ذلك بأيام قليلة والتفى حوله الأوس وأخذوا يقولون يا سعد أحسن في مواليك فإن رسول الله قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وسعد لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعدا لا تأخذه في الله لوم تلائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى لهم القوم ولما انتهى سعد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فلما أنزلوه جلس سعد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك فاحكم بينهم قال سعد وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى منها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا له وتعظيما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم وعلي قال سعد إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم وتقسم أموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وعلى الفور بدأ المسلمون بتنفيذ حكم سعد وهي قتل الرجال المقاتلين وسبي النساء والأبناء ومصادرة الأموال فقتل في هذا اليوم سبعمائة من يهود بني قريضة وقيل أربعمائة وقتل حيي بن أخطب زعيم بني النظير والذي كان له الدور الأبرز في تجميع القبائل وهو والد السيدة صفية رضي الله عنها والتي تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بعامين بينما لم يقتل ثلاث رجال دخلوا في الإسلام ولم يقتل رجل آخر كان قد رفض أن يشترك مع بني قريضة في قدرهم وقتلت إمرأة واحدة لأنها كانت قد ألقت حجرا ضخما من فوق الحصن فوق جاء على رأس أحد الصحابة فقتلها فقتلت بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يفرق في السبي بين المرأة وابنتها إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل إلا المقاتلين فقط ولم يقتل الذين أسلم ولم يقتل الذين لم يشتركوا في القتال وتعامل بالرحمة مع السبايا فلم يبعد طفل أو طفلة عن أمه وموضوع قتل هذا العدد من بني قريضة هام جدا لأنه من أكثر الشبهات التي يستخدمها أعداء الإسلام في الطعن على الإسلام وهناك مئات الأفلام والكتابات الغربية التي تتناول فقط هذا الموضوع ويتهمون فيها الإسلام ويتهمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوحشية وقد رد كثير من العلماء على هذه الشبهة وقالوا لو كانت الأحزاب قد انتصرت بمعاونة بني قريضة لكان المسلمون قد تعرضوا لنفس هذه العقوبة وهي قتل رجالهم سبي نسائهم وأبنائهم وتفريق أموالهم ما خانوا العهد نقضوا العهد بني قريضة لو أنه كان العكس وكان أنه الأحزاب انتصروا في المعركة لكان بمعاونة بني قريضة هذا الأمر كان صار ولكال المسلمين أنفسهم تعرضوا للقتل ولا سبيت نساؤهم وأبنائهم وفرقت أموالهم وقالوا أن هذا الحكم هو نفس الحكم الموجود أصلا في التوراة وفي العهد القديم الذي يقدسه اليهود والنصارى في سفر التثمية الإصحى رقم 20 تقول حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما هذا الكلام الذي موجود في التوراة أحبة الأكانة حاصرها شوفوا فضرب جميع ذكورها بحد السيف يجي واحد الآن ويزايد ويقول هاو ما هاو وحشية وما وحشية ها هذا الكلام موجود الآن في التوراة والجريمة التي ارتكبها يهود بني قريضة كانت بلغة هذا العصر تسمى خيانة عظمى فتعريف الخيانة العظمى في القوانين هو عدم الولاء للدولة والعمل ضد مصالحها وفي القانون الأمريكي تتم الإدانة بالخيانة العظمى إذا انضم شخص إلى عدو الولايات المتحدة الأمريكية وعقوبة الخيانة العظمى في أي قانون هو أقصى عقوبة سواء الإعدام أو السجن مدى الحياة في الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام ولو أن أي قاضي في أي دولة في العالم عرضت عليه الآن قضية خيانة بني قريضة للمسلمين في غزوة الأحزاب سيكون حكم القاضي ونفس حكم سعد بن ومعاد صحب ولا لا أي قاضي في أي دولة في العالم ما أقول لكم أنا قاضي مسلم بس لا لا أي قاضي في أي دولة في العالم وتأتي ملابسات القضية ويخلوه قدامه ويدرس ملابسات القضية راح يحكم بأنها خيانة عظمى وسيكون نفس حكم الذي حكم به سعد بن ومعاد ولو ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء رجال المقاتلين لكانوا قد اتجهوا إلى خيبر وعادوا لمحاربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتأليب القبائل عليه هذه إذن أحبة الأكارم قصة الأحزاب وبني قريضة وما أن انتهت قصة بني قريضة حتى استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سعد بن معاد فانفجر جرحه كما دعا وسالت منه الدماء حتى خرجت من خارج الخيمة فلما مات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد وعندما حملوا جنازته كانت خفيفة فتعجبوا لذلك لأنه كان طويلا جسيما وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانت تحملها مات سعد بن معاد شابا عمره ستة وثلاثين سنة ولم يتجاوز عمره في الإسلام ست سنوات إلا أن إنجازاته في الإسلام يعجز أن يفعله الكثير في أعمار طويلة سبحانك رب هل نشرب شوي أماني بعد الفراغ من بني قريغة أراد المسلمون عقاب أحد الذين كان لهم دور كبير في تأليب الأحزاب وتجميع القبائل لحرب المسلمين في غزوة الأحزاب وكان له أيضا الدور الأكبر في تمويل جيش الأحزاب بالمال والمؤن وهو من؟ سلام ابن أبي حقيق أو حقيقة والذي يمكن أن يطلق عليه بلغة العصر مجرم حرب لازم أجيبكم إياه يعني ممكن أنه إيش نسميها في هذا لأن الأسماء الآن نعرفها نقول مجرم حرب خيانة عظمى جاسوس كذا حتى تعرفوها وأرادت الخزراج أن يكون لهم فضل التخلص من سلام ابن أبي حقيقة كما كان للأوس فضلا في التخلص من صاحبي كعب بن الأشرق وكان سلام موجود في خيبر وهي مدينة يهودية بها أكبر تجمع لليهود بالجزيرة العربية وتبعد كما ذكرت لحضراتكم سابقا 180 كم عن المدينة استأذنت الخزراج من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان وانطلقت كتيبة من الخزراج عددها ستة بقيادة عبد الله ابن عتيك إلى خيبر وهو المكان الذي كان يوجد به القصر الذي يقيم به سلام ابن أبي حقيق أو حقيقة لا أدري إن كان بالحاء مفتوحة أو الحاء مضمومة لأنه كان غنيا وكان تأجرا من أكبر تجار الحجاس وصلت الكتيبة إلى خيبر قبل غروب الشمس ورأى الصحابة الناس وقد عادوا من الرعي وهم يدخلون مواشيهم داخل الحصون فقال عبد الله ابن عتيك لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومطلطف للبواب لعلي أن أدخل اقترب عبد الله ابن عتيك وشهد بعض اليهود من أهل الحصن قد فقدوا حمارا لهم فاستغل فرصة انشغالهم بالبحث عن الحمار فأخفى وجهه وتسلل إلى داخل الصحن ووجد مربط حمار عند باب الحصن فاختبأ فيه ثم دخل اليهود الحصن وأغلقوا الباب ورأى عبد الله ابن عتيك الحارس وهو يعلق المفاتيح على أحد الأوتاد في الحائط وشاهد بيت سلام ابن أبي حقيق أو حقيق في مكان مرتفع لا يصل إليه إلا بصعود سلم وبينه وبين بيته عدة أبوابه فلما خل المكان قام عبد الله ابن عتيك وأخذ المفاتيح وأخذ يفتح الأبواب التي توصل إليه وكلما فتح باب أغلقه من الداخل حتى إذا شعر به اليهود لا يصلون إليه إلا بعد أن يؤدي مهمته في قتل سلام ابن أبي حقيق كان مع سلام هذا عدد من أصحابه يسهرون عنده فانتظر حتى انصرفوا ثم تسلل عبد الله ابن عتيك إلى داخل البيت فإذا هو مظلم وسلام وسط زوجته وعياله فناده عبد الله ابن عتيك وقال أبا رافع وهذه يكون يتسلام ابن أبي حقيق فقال سلام من هذا فاتجه عبد الله ابن عتيك ناحية الصوت وضربه بالسيف ضربها يقول عبد الله وأنا دهش يعني متحير وصاح سلام ولكن هذه الضربة بالسيف لم تقتل سلام هي فقط أصابته ثم خرج عبد الله ابن عتيك من البيت وانتظر قليلا ثم دخل مرة أخرى فقال ما هذا الصوت يا أبا رافع كأنه جاء إليه ليغيثه وكان عبد الله ابن عتيك يتحدث باليهودية فقال عبد الله ابن سلام لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل قليل بالسيف فاتجه عبد الله ابن عتيك إلى جهة الصوت مرة أخرى وضربه ضربة ثانية لكن لم تقتله كذلك فوضع السيف في بطنه حتى خرج من ظهره يقول فعرفت أني قتلته وصاح بامرأة سلام ابن أبي حقيقة فرفع عبد الله ابن عتيك السيف عليها يريد أن يقتلها ثم تذكر وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يقتل امرأة فترك المكان وأخذ يفتح الأبواب بابا بابا ولو أي أحد كان مكانه كان سيترك الأبواب مفتوحة حتى يسهل له الانسحاب لكن عبد الله ابن عتيك كان همه الأول هو التنفيذ مهمته وقتل سلام ولا يهم أي شيء بعد ذلك حتى لو فقد حياته فلما وصل عبد الله ابن عتيك إلى السلم وضع رجله وهو يعتقد أنها الأرض وكان عبد الله ابن عتيك ضعيف البصر فوقع على الأرض وانكسرت ساقه فعصب ساقه بعمامته وتحامل حتى وصل إلى الباب لكنه مع ذلك لم يخرج بل ظل مختبئا حتى يتأكد أنه قد قتله وقال لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما طلع الصباح وسمع اليهود ينعون سلام خرج من الحصن حتى انتهى إلى أصحابه فحملوه واتجهوا إلى المدينة وخرج اليهود يبحثون عن قاتل سلام فكان الصحابة يسيرون بالليل ويختبئون بالنهار ويجعلون دوريات بينهم للحراسة حتى انتهوا إلى المدينة فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقبلين قال أفلحت الوجوه ثم قصوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث وكيف أصيب عبد الله ابن عتيك فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله ابن عتيك أبسط رجلك فبسطها فمسحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله فكأنها لم أشتكها قط خلاص وضع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيده خلاص انتهى ما بها شربعت خلاص راح يا سبحانك ربي من أحداث السنة الخامسة للهجرة هي هو ولادة السيدة زينب رضي الله عنها ابنة السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة علي بن بي طالب رضي الله عنه حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما آخر الأحداث التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة هي وقوع زلزال قوي في المدينة حتى سماها الناس سنة الزلزال ثم جاءت السنة السادسة من الهجرة وهذا العام أطلق عليه عام السرايا حيث قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحد عشر شهرا فقط من هذا العام بإرسال 16 سرية وخرج في غزوة واحدة أي بمعدل سرية أو غزوة كل عشرين يوما تقريبا وهو أكبر عدد من السرايا في سنة واحدة ووقعت في بعض هذه السرايا بعض المصادمات وسقط بعض القتلى والجرحة بينما لم يقع في بعضها أي مصادمات وكان الهدف من هذه السرايا هو تخويف الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد وكان بعض الأعراب يتعرضون للصحابة خارج المدينة ويقتلون منهم وكان البعض يغير على أطراف المدينة ويقومون بأعمال سلب ونهب فكانت هذه السرايا بمثابة حملات تأديب لهؤلاء الأعراب في محرم من السنة السادسة للهجرة كانت سرية محمد بن مسلم إلى بني القرطة حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن مسلم في ثلاثين راكبا إلى بني القرطة فلما أغاروا عليهم هربوا واستاقى المسلمون أنعاما وشياة وفي طريق العودة أسر المسلمون رجلا اسمه ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة والصحابة لا يعرفونه فلما قدموا به المدينة قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من أخذتم هذا ثمامة بن أثال الحنفي أحسنوا إسارة فربط الصحابة ثمامة في أحد سوار المسجد ودخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد بيوته وقال لأهله اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه ثم مر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان الغد ثم قال ما عندك يا ثمامة عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ثم قال مرة ثالثة ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك هكذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ثمامة في المسجد ثلاثة أيام ليرى المسلمون وصلاتهم وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض بالحب والود والرحمة وحتى يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتودد إليه كل يوم فلما لم يسلم ثمامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة هكذا دون أن يطلب منه فداء مع أن ثمامة كان قد عرض أن يدفع فداء كبير عن نفسه وكل ذلك كان طمعا في إسلام ثمامة فلما أطلقوا ثمامة ذهب قريبا من المسجد واغتسل ثم دخل المسجد وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ثم قال ثمامة يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فأذن له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأداء العمرة فدخل مكة ورفع صوته بالتلبية فكان يقال أنه أول مسلم يعتمر لكن كان سعد بن معاذ أسبق منه وقالت له قريش صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت اليمامة ريف مكة فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكان أول من قام بالمقاطعة الاقتصادية في الإسلام ثم كان أول من قام بالمقاطعة الاقتصادية في الإسلام ثم كتبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه بأرحامهم أو طبعاً سبحان الله العظيم لما ينحصرون هكذا يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأرحامهم لكنه ماذا فعلوا لا إله إلا الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة أن يسمح بإرسال المواد الغذائية إلى مكة ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بالرغم من أن قريش كانت قد حاصلت المسلمين في شعب أبي طالب تذكرون ثلاث سنوات كاملة حتى كان المسلمون يأكلون أوراق الشجر حتى قال أحد الصحابة كنا نبعر كما يبعر البعير لكن لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجوع قريش وأن يجوع الشيوخ والنساء والأطفال كانت هناك حرب اقتصادية شنها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عن طريقة تعرض لعير قريش قواف القريش ولكن هذه الحرب الاقتصادية كانت تصيب قريش في أموالها ولا تصيبها في طعامها بعد شهرين تقريبا في ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة كانت سرية عكاشة بن محصان إلى الغمر وعكاشة هو الصحابي الذي قاتل في بدر حتى انكسر سيفه فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فرع شجر صغير فتحول في يده إلى سيف طويل صلب فقاتل به وظل يقاتل به حتى استشهد عكاشة في حروب الردة التي حدثت طبعا في وقت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي بشره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة في حياته عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك سبعون ألفا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال عكاشة بن محصان يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة أحداث سرية عكاشة بن محصان إلى الغمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عكاشة في أربعين رجلا إلى بني أسد وبني أسد من القبائل التي شاركت في غزوة الأحزاب فخرج حتى وصل إلى ناحية بئر لبني أسد يطلق عليه الغمر ولذلك أطلق على هذه السرية سرية الغمر يعني لما قل لك سرية عكاشة بن محصان هي سرية الغمر فلما وصل المسلمون إلى هذا البئر وجدوا أن القوم قد علموا به وهربوا فرجع إلى المدينة وقد ساق مئتين من الإبل الله أكبر في الشهر التالي في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة كانت سرية محمد بن المسلم إلى ذي القصة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم في عشرة من أصحابه إلى بني ثعلب وبني عوال فانطلقوا حتى بلغوا موضع أن يطلقوا عليه ذي القصة على بعد حوالي خمسة وخمسين كيلومتر شمال المدينة ولذلك أطلق على هذه السرية سرية محمد بن مسلم إلى ذي القصة عندما وصل المسلمون إلى ذي القصة كان ذلك في الليل فناموا وعلم بهم أعداءهم فأحاطوا بهم وكان عددهم مئة وشنوا عليهم هجوما وهم نائمون فوثب محمد بن مسلم وصح في أصحابه السلاح السلاح فوثبوا ولكن كان مع أعدائهم ميزة عنصر المفاجأة بالإضافة إلى التفوق العدد عليهم فقتلوهم جميعا ولم ينجو إلا محمد بن مسلم الذي جرح واعتقد أعداؤه أنه قد قتل فتركوه ثم مر بهم أحد المسلمين فاسترجع فتحرك محمد بن مسلم فحمله إلى المدينة عاد محمد بن مسلم إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما حدث فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الفور أبو عبيد بن الجراح في أربعين رجلا فأغاروا على بني ثعلبة في الصباح ولكنهم هربوا منهم في الجبال ولم يقدروا إلا على أسر رجل واحد منهم وعادوا به إلى المدينة ثم أسلم فتركوه وأطلق على هذه السرية سرية أبو عبيد بن الجراح إلى ذي القصة إذن عندنا سريتين سرية محمد بن مسلم إلى ذي القصة ذي القصة عفوا وسرية أبو عبيد بن الجراح في نفس الشهر في ربيع الآخر أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة إلى بني سلين وهي من القبائل التي اشتركت مع الأحزاب فغارموا وأسروا وعادوا إلى المدينة وسنجد أحبة الأكارم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرسل زيد بن حارثة في سرية ثانية ثم سرية ثالثة ورابعة وخامسة وكأنه يعد قائدا عظيما لمهمة في غاية الصعوبة وهي ماذا؟ قتال الروم في غزوة مؤتا في جمادة الأولى من السنة السادسة من الهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة ومعه مئة وسبعين راكبا إلى العيس فالاعتراض عير لقريش والعيس هو مكان يبعد عن المدينة مئتين وعشرين كيلومتر وهو في طريق تجارة قريش إلى الشام وهذه ثاني مرة يرسل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى هذا المكان لاعتراض عير لقريش وكانت المرة الأولى هي أول سرية يرسلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في الشهر السابع من الهجرة لاعتراض عير لقريش وكانت أول سرية في الإسلام كان السرية الزيد بن حارثة إلى العيس لاعتراض عير لقريش في إطار الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي يشنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قريش واستطاعت سرية زيد بن حارثة أن تستولي على القافلة بالكامل وأسروا بعض رجالها بينما أفلت قائد العير وهو أبو العاص ابن الربيع هو الذي كان متزوجا من السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيدة زينب هي الابنة الكبرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تزوجت السيدة زينب رضي الله عنها في سن مبكرة من ابن خالتها أبي العاص ابن الربيع ثم كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت السيدة زينب رضي الله عنها وكانت من أوائل من أسلم لكن رفض زوجها أبي العاص ابن الربيع أن يسلم حتى لا يتحدث قومه كما مر معنا سابقا أنه ترك دينه إرضاء لزوجته وقد أنجبت السيدة زينب رضي الله عنها ولد وبنت أنجبت علي وأمامة لكن مات علي وهو طفل صغير بينما عاشت أمامة وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيت بعد ذلك في عهد معاوية في سنة 66 هجرية كانت السيدة زينب رضي الله عنها تحب زوجها أبي العاص بن الربيع وكان زوجها يحبها وكان البيت كما نقول بيت سعيد لكن تعكر صفو هذا البيت كثيرا وتوترت العلاقة بين الزوجين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإسلام السيدة زينب رضي الله عنها بينما أصر أبو العاص بن الربيع على أن يظل على الوثنية وعندما جاء الأمر بالهجرة بقيت السيدة زينب رضي الله عنها مع زوجها وابنتها في مكة حتى كانت غزوة بدر وخرج زوجها أبو العاص بن الربيع مع قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا وجدت السيدة زينب نفسها في موقف شديد الدقة لأن زوجها يحارب أبيها ووقع أبو العاص بن الربيع أسيرا في أيدي المسلمين فأرسلت السيدة زينب رضي الله عنها في فداء زوجها قلادة كانت قد أهدتها إليها أمها العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فلما رأاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رق لها رقة شديدة وقال صحابا لموجود حوالي إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه دون فداء ولذلك لقبت السيدة زينب بصاحبة القلادة لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ على أبي العاص بن الربيع أهدا أن يرسل إليه ابنته السيدة زينب وابنتها أمامة عندما يصل إلى مك اتفق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي العاص بن الربيع أن يوصل زينب إلى مكان اسمه بطني جج وهو يبعد عن مكة حوالي 13 كيلو وارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة وصحابي آخر شوفوا كلها مناقب زيد ومواقب زيد رضي الله عنه وارضاه لينتظر زينب في هذا المكان وقال لهما كنا ببطني جج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيها بها عندما وصل أبي العاص بن الربيع إلى مكة وقبل أن تفرح السيدة زينب بوصول زوجها ونجاته من الأسر أخبرها أبو العاص بن الربيع بأنه قد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يرسلها إلى المدينة هي وابنتها أمامة لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن أبي العاص بن الربيع حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي كان الموقف شديد الصعوب على الزوجين لدرجة أن أبو العاص بن الربيع لم يتحمل أن يرافق زوجته بنفسه إلى بطني ججه فأرسل أخوه عمر بن الربيع ليصحب السيدة زينب إلى بطني ججه وكان عمر السيدة زينب وقتها رضي الله عنها خمسة وعشرين سنة وكانت حاملة لكن علمت قريش بخروج زينب رضي الله عنها فخرج نفر من قريش ليعترضوا طريقها ويمنعه من الخروج من مكة مع أن بقية بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أردنا الهجرة لم يعترضهن أحد لكن توقيت خروج السيدة زينب رضي الله عنها كان بعد بدر بشهر واحد تقريبا والنفوس في قريش كانت مشتعلة كانت السيدة زينب رضي الله عنها في داخل هودج على بعير والهودج هو المحمل الذي يوضع على ظهر الجمل لترك فيه النساء وحاول عمر بن الربيع أن يدفع قريش عن بعير السيدة زينب رضي الله عنها لكنه لم يقدر عليهم وكان من قريش رجل اسمه هبار بن الأسود وكان هبار هذا من أشد قريش عداوة للإسلام وكان أخويه وابن أخيه قد قتلا في بدر فأخذ هبار يضرب البعير الذي عليه السيدة زينب رضي الله عنها برمحه حتى سقط الهودج الذي فيه السيدة زينب وسقطت السيدة زينب رضي الله عنها على الأرض سقطة شديدة وكانت رضي الله عنها حاملا فسقط جنينها وسألت منها الدماء وتأثرت السيدة زينب رضي الله عنها بهذه السقطة صحيا تأثرا كبيرا وظلت تعاني بسببها سنوات طويلة حتى يقال أنها ماتت بعد هذا الموقف بحوالي سبعة أعوام تأثرا بهذه السقطة عندما سقطت السيدة زينب نثر عمر بن الربيع كنانته وقال والله لا يدن رجل منها إلا وضعت سمها في نحره وكان عمر بن الربيع معروف في قريش بمهارته في رمي السهم ثم جاء أبو سفيان بن حرب سيدة قريش وتحدث إلى عمر بن الربيع وقال إنك لم تصب فيما صنعت فلقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الناس وقد عرفت العرب جميعها أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإذا خرجت بابنتي علانية كما فعلت رمتنا القبائل بالجبن ووصفتنا بالهوان والذل فارجع بها واستبقها في بيت زوجها أياما حتى إذا تحدث الناس بأننا رددناها فسلها من بين أظهرنا سر وألحقها بأبيها فما لنا بحبسها عنه حاجة رضي عمر بن الربيع بذلك وعاد إلى مكة وظلت السيدة زينب رضي الله عنها في بيت هنت بنت عتبة لأن زوجها أبو العاص بن الربيع كان من بني أمية وكانت هنت بنت عتبة لا تكف على أن تقول لها هذا بسبب أبيك هذا بسبب أبيك بعد عدة أيام خرج عمر بن الربيع ليلا بالسيدة زينب حتى أوصلها إلى زيد بن حارثة والصحابي الآخر حتى قدمت إلى المدينة واستقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخواتها طبعا السيدة أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة أما الآن طبعا أنا اختصرت لكم المسألة وهذه كنت قد ذكرتها في حلقة خاصة هذا الموضوع هذا كان في السنة الثانية من الهجرة نحن الآن في السنة السادسة من الهجرة وقلت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى العيس لأعتراض عير بقريش واستطاع السرية الزيد بن حارثة أن تستولي على القافلة بالكامل وأسر بعض رجالها بينما أفلت قائد العير وهو أبو العاص بن الربيع لم يعد أبو العاص بن الربيع إلى مكة وإنما قام بتصرف عجيب حيث توجه إلى المدينة وتسلل إليها ليلا متخفيا حتى وصل إلى بيت زوجته السيدة زينب قبيل صلاة الفجر كان الهدف المعلن كما يقولون من ذلك هو محاولة استرداد القافلة التي استولى عليها المسلمون لكن كان الهدف الحقيقي هو رغبته في الدخول في الإسلام وأن يرى زوجته وأن يرى ابنته أماما وقد مرت حوالي أربع سنوات لم يرى فيها زوجته وابنته من السنة الثانية إلى السنة السادسة طلع الصبح وخرج الناس لصلاة الفجر وما أن دخل المسلمون في الصلاة حتى صاحت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى صوتها وقالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع انصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته ثم أقبل على الناس وقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعتم قالوا نعم قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب فسألت السيدة زينب والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد المسلمون العير إلى أبي العاص بن الربيع فلم يرد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه العير ليست ملكا له لكن ملكا لأصحاب السرية الذين استولوا على العير فما قال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتركها أي بني أكرمي مثواه ولا يقربنك فإنك لا تحلين له ولا يحل لك ثم تحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحاب السرية وقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم نحن حكينا عن الفيء والغنيمة لا تنسوا فأنتم أحق به فقالوا جميعا يا رسول الله بل نرده عليه وقام أصحاب السرية فردوها جميعا حتى كان أحدهم يرد الحبل والقرب المقطوعة واحتمل العاص بن أبي ربيع كل ذلك وعادي إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ما له ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال لهم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أكل أموالكم فلما أداها الله عنكم وفرغت منها أسلمت يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه بعد ذلك نطق بالشهادتين ثم ترك العاص بن أبي ربيع مكة وهاجر إلى المدينة ورد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العاص بن أبي ربيع إلى زينب بزواج جديد وعاش معا سنة كاملة ثم ماتت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك بعام واحد في السنة السابع من الهجرة وبكاها زوجها بكاء مريرا حتى كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهون عليه وتصبح قصة الحب بين العاص ابن أبي ربيع والسيدة زينب رضي الله عنها من أرواع قصص الحب في التاريخ أقف هنا أحبة الأكارم إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة إن كان في العمر بقية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته